علاش ياليل هو أخ العمل للفنان المغربي حاتم عمور في ألبومه الأخير من 2019 هذه الأغنية تصورت في مدينة دار بيضاء يومين أسامة تصورت هي عندها قصة زوينة أنا لم أحدثت معهم في تصوير نهار الأولى كنت في نهار الثاني حضرت نهار الثاني كنت في نهار الثاني لم أكن لدي القصة كاملة والتي رأيت أنه كان إكيب كبير كان إنتاج ضخم كان قصة لأنه من غير حاتم عمور سوف نرى معهم ممثلين في الفيديو كليب من بينهم رفاق بوبكر سوف نرى معهم ابنة دياله ممثلة ابنة ديال حاتم عمور ممثلة ودرجة لنشص سوى ديالها من الفيديو كليب وهي تمثل أغنية زوينة 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 بزاف والفيديو كليب أكيد من بعد المنتاج سيكون واعر وشفناه ممثل في فيديو كليب كيف يأتيك حاتم في التمثيل وكيف ترى كممثل في أفلام أبو شو أهريش؟ حاتم من غير أنه يعني مغني وفنان ناجح هو ممثل جيد لأن فيديو شفناه في سلسلة رمضانية اللي هي بنت بلادي من البطولة دياله بطولة النجمة خديجة أسد الزوج يلا سعد العزيز وكان بارع في التمثيل ومن اللي كان نشوفه الكليب بات دياله فهي ماشي من أجل فقط من أجل التصوير ولكن هي حبكة هي بداية وعقدة ونهاية هي قصة هي سيناريو مكتوب هذا هو الجميل في الكليب بات دياله حاتم عمور وأنه كيستعلم أنه كيستعلم اللي كتشتغل على الجانب الفني وكنشوفه كممثل وكيشتغل مع ممثلين أخرين فالكليب دياله تصور في الدار البيضاء دياله بالعنوان بالعنوان هذو كلهم ممثلين جيدين في المصرح كنا عرفهم أنا شخصياً وحتى حاتم بان معهم مختلف أكيد هذا الكليب هذا الجديد من اللي معه رفاق بوبكر غد يكون نوع من الشغب ونوع من الحكاية الجميلة اللي ملعوبا مزيلاً سيكون غير خاطر كباشاً أهريش لماذا؟ لأن السكوب اللي سنعطيه الناس أنه من الممكن نشوفه حاتم عمور في الفيلم ذي رفاق بوبكر الفيلم اللي من إخراج رفاق بوبكر هو الفكرة كينا الاسم ذي حاتم عمور كينا هو مجموعة ديال المغنيين سنقول أسماء ديالهم ماشي اليوم من بعد كينا اسمه حاتم عمور وكن ما شوقه على العقد ولا باقي معرفناش ولكن قد نشوفه ممثل في فيديو في الفيلم ذي رفاق بوبكر أنا على يقين أنه حاتم بعد جربته التمثيل فلاسيغي جاتوا مجموعة ديال الاقتراحات ولكن هو يركز على الغناء أكتر لأنه من اللي كتبداك ممثل وكتعجب الناس وكيكل بروفيت ديالك شوية يعني أنت متفرد فيه ما كينش معك بزفد الكونكيرون كيجيوا اقتراحاته ولكن هو مشى الغناء وما كانش عنده الوقت الكافي لأن الطرناش كي يخط 3-4-4 وما يمكنش حاتي ما يخرجناش أغاني ويبقى كيصور غير التنتقل فقط ترجمة نانسي قنقر